اشتركوا في القناة 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 كي تنفخوا وخيني رماشي رقاق بزاف من كنت كانت لقاهم بالمدلك خليتهم شوية غلاد باش ما يجيوش يعني رقاقين بزاف هذا هو الفرق كنضن بين الخبز دي نحن المغاربة الخبز المقلى او البطبوت وما بين الخبز العربي تيال الشرق كي يكون رقيق بزاف صافي سالية الخبزات الديالي غنخليهم يبردوا في هذا الطبق وغنمشي باش نوجدوا واحد الطبق شوفتو شحال من مرة وشحال من واحد صوبو في تيك توك شحال من مغربية شوفتو في تيك توك وجربتو عدي تقريبا ثالث مرة كان صوبو كي يجيغزال بنين بزاف وطبعا في الخضرة بزاف تبارك الله وطريقة سهلة بنسبة للطريقة نأخذ الخضرة اللي عندنا كام لأي نوع من الخضرة كيف موقع تلكم انا جربتو تقريبا تل دابات شي ثلاثة دين مرة مرة صوبت فيه البروكولي يعني هذا الخضرة اللي كتشوف هنا وزيت معها البروكولي مرة صوبت معها شنو هاذا كلي فحل الكرومب فحل البروكولي هو بيض الشيفلور ومرة صوبتو بلاش المهم بالنسبة لي عندي الفلفلة حمرة وخضرة وصفرة قطعتهم طريفات هنا هيا عندي حب دينجال حتى يوجد شرائح طوالين شنو اخر كين نخيزه هنا الفلفلة تنجال واحد الحب دين الجرعه هذه الكورجات اللي كتكون خضرة طويلة ماشي الكورجات اللي كان صوبوها في المعروفة عندنا هنا وخيزه كين حبات دين الجزر او خيزه هنا في مرحلة الأولى سوف نقوم بغرب الملحة والإبزار والزيت البلية نكتروا هكذا زيت البلية لكي يأتيهم من السمين ونخلطوهم جيدا 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 بالنسبة للخضرات كيف نقول لكم استعملوا اي نواة الخضرات عندكم مع دماطيشة لان ماطيشة كتلق الماء يعني ما كديش يزوينا في هذا الطبق هذا نحن نريد الفران ونقوم بقبطة في رسالة نحن نحن نضيف الخضر نستفع في هذه اللطة ونضخلها للفران بالنسبة للفران انا شعلته على درجة حرارة 180 نحن نضيفه ونجعله يسخن ثم نضيفه ونجعله تقريبا 35-40 دقيقة ثم نضيفه ونخرجه حتى نضيفه الجزء الثاني بالنسبة للفران سوف نضيفه هنا سوف نضيفه سوف نضيفه سنقليبا سوف نضيفه ضروري لا نصفي لانه في هذا فيها زريعة بزاف هنا يفلو لكم استعملت هذه الصفاية الكبيرة وعبتكيسي اللي من جنب اصف هنا نبدل هذه الصغيرة كن بقاوها كن نحركوه بشوية بشوية حتى كهبط المكامل وبالنسبة شنو غدي نستعمل انا عندي عندي فضار شنو غدي نستعمل مع هذا اللح هذا عندي واحد الماء في حال في حال سيفنابو لكن هو مجي حلو في حال الماء غازي في حال ننقلو والمس ديال مغرب غدي نضيفه على هذا اللح هذا وغدي نضوقه الى جاني مستوس غدي نضيف له السكر وغدي نخلط لجاني هو هادك يعني لها مهم لا حسب الرغبة ديالكم ممكن نضيفه سيفناب ممكن نضيفه شنو هادك المناظر اللي عامل في حال سيفناب نسيت الى هي بيضاء مهم اضيفوها وكتعطيكم في حال هادك الموهيدو بطعم ديال تلح بغيتو تضيف الحامض زيدوه هتو تضيفو النهناع زيدوه انا هادك المالغازي اللي ضيفت فيه نسماء ديال الحامض بالنسبة للخبز زراع هو طيب توادك ديال الزراع هو هادا عنوريه لكم كيجي في حال الخبز ديال الفينو انا مازل رازيت فيه شوي ديال النخالة من عندي والعاصر وطبعا هادش دائما ديال كولانهار اللي كنحطو لهم هنصوبو الفطر القوتي اللي بغيتو تسميوه وصافي غادي نمشي باش نكمل هاد الطيب ديال هاد الخضراء هادي هنا من بعد ما طابدت حيث بفرن خليته بردات واحد شوية سنضيف لها واحد الحبة ديال البصلة مقطع طريفة صغيرة يعني مشا لضع ومن الأحسن تكون هذه البصلة الخطارية او هذا البصل الاخضر او البصلة الخطارية اللي كتكون عنه في المغرب ولكن لما كانت تستعملها البصلة عادية قصبر المادنوس واحد جوج فصوص ديال التومة بالنسبة للتوابل مثل الملحاء اللي بزار الكامون تقريبا 1 نص معلقة غادي نضيف العصير ديال الحامضة كاملة هي هاد السلطة هادي اول هاد الطبقة هاده كي تكل بارد وكي يجي محمد يعني ضروري ما نضيفونه العصير ديال الحامض بكترة هنا يضيفت تقريبا حامضة يعني عامرة بالماء اضيفوا انتم مجوج مهم دوقوا وشوفوا المحسيتو شو الطعم ديال الحامض زيدوا حامضة اخرى ولا نص حامضة غادي نخلط مزيان مزيان وعنخلي حتي يعني يتشرب ومن بعد غادي نضيف واحد طعصة وغادي نضيف تلاجه طبعا هنناكله من الليشا وذلك الشيء اللي شطره كي يبقى في تلاجه ما كي يوقع لحد شيء حاجه بالنسبة الليشا قد لكم هنصاب بشي صندويتشات في هذا الخبز انا كنت عوالة هنصاب بشي صندويتشات هنا بالخاص وما طيشة ولكن ما بقى ليش لوقت نهائيا فقلت غادي نزرب غادي نشر من هاد الدجاج هاده عندي صدر ديال الدجاج هنضيف لواحد الحباء ديال البصلة هكذا غير نقطع هكذا شرائح من بعد غادي انتبل هاد الدجاج هاده طبعا بالملحة اللي بزار القصبور المعدنوس غادي نحك طبعا محت شوية ديال التومة هتلفص ولاجوج ديال التومة هنه يكن زيد اللي بزار هنعمل شوية ديال سكين جبير وشوية ديال خرقوم غادي نعمل ايضا هادك ها شو اسميتو حبوب هاده هادي التومة بودرة وضفت تقريبا واحدا معلقة كبيرة هنه ضفت البصلة يابسة هاده كان قصبور حبوب ضفت واحد شوية وهنا ضفت الحر يابس وغادي نضيف واحد المعلقة تقريبا كبيرة ديال الموطار تكاترت طب هاد الدجاج هاده وكجيبوه فتي وكاتاته الطعم طبعا ما كيجيش ناشف لا تبقى تباية بها كل شي ناشف هذا المطار ترتب هذا التجاج و هنا اضفت الزعفران الطحون نخلط جيدا هذا التجاج مع التوابل و البصلة نضعه في البلاستيك الغذائي و نفت لجهة 1 ساعة حتى يتشرب و نجبده كي نطيبه كيف أقول لكم أنا كنت أعوالا سنصابه بالخاص و لا تدخل و لا تدخل فليسا نضيف زيت الزعفران لأن التجاجة يكون ناشف و لما نضيف زيت زيت سوف نضيف و نضيف زيت زيت و نضيف و نضيف في الزعفران نضيف الخضرة قليلا اضافنا على الشرمولة سوف نضيف تلاجة كما قلت لكم راكا تبقى 1-3 يام 4 يام لا يقوم بها و انا في الحقيقة اعجبتني بزاف صوبتها غير هذا النهار هذا لا تقلبي نضيف تلاجة مرة صوبت فيها البروكولي توقي يجي غزال شوف لورته و صوبته معها ممكن حتى البطاطة اللي بغيتوا تصوبوا معه ولكن كنظن انا من الاحسن خليه غير الخضر فحل دباب منك تبقى كتف الخرط الصيمانة كتبقى حاجة من الخضراء يعني حبة من الخضراء كاملة نصوب وقت الطبق هذا بما يبقاش تلك الشي يضيع بالنسبة لخبز ديال الزراع قطعتوا لها تشكل هذا و قادي نجمعه و قادي نعمله المجمل لكي يجبني نخليه الفطور كانوا في الصباح كلقاه يعني كلقاه يليدي كانسخن وقته في الفران كلقاه دقيق كي يسخن كنفطر به هذا الخبز هذا و هنخلي الكشي اللي غادي نستعمل والشي الأخر هنألي نعملوا احتوا في المجميد لشي نهار آخر و هاد الخبز هذا من الاحسن انهو يتكالف نهاره يكون طعم الوزوين أحسن نتكالف نهار و لكننا لا نأكل الكيمياء كاملة لا يبقى الكثير لا يبقى الكثير لا يبقى طعم الوزوين بالنسبة للعشاء هنا أملت واحد الصلاة أملت في هذا الخيار الفلفلة الفجل هنا تجاج أملت في هذه القلايا الهوائية بالنسبة للعشاء بالنسبة للعشاء طعب غزال أحسن من المقلة تعمل بالزيت و لا يبقى طيبة في نفس الوقت بالنسبة للعشاء قمت بخيار و قمت بخل العصر الحمض زيتون و قمت بتجاج في الخبز قمت بخلص و هذا هو العشاء كانت تمنى الفيديو اليوم يكون أجبكم و اتمنى تكونوا استفدتم منه سوف تجاجي فكرة على الوصفة و ان شاء الله نتلقى في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة